التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس الأعيان الأردني فايصل الفايز والوفد المرافق له أعضاء المجلس أكد مدبولي الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين مشيدا بما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والأردنية من تعاون من جهتها أشهد رئيس مجلس الأعيان الأردني بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي وأخوه الملك عبدالله الثاني في دعم التعاون العربي المشترك مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات